السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الخميس 21 تشرين الثاني نوفمبر القمر اليوم استقر في برج الأسد ورح يظل موجود في برج الأسد لغاية الساعة 11 من مساء يوم الجمعة بتوقيت جرينيج القمر الآن موجود في منزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 5 و45 دقيقة صباحا من صباح اليوم الخميس بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح القمر بما أنه موجود في برج الأسد اليوم معناة الناس من حولنا في هذا اليوم بيكونوا أكثر كرما مما اعتدنا عليه ماديا وعاطفيا وبينصب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهوايات ومشاركة العاطفة مع الأحبة يمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء استفسارات ونصائح بشكل صحيح وبإمكاننا تعزيز العلاقة مع أحبانا وأبنائنا ويمكننا أن نقترض المال منستثمر وممكن نشتري المجوهرات الثمينة ومنكون جارئين ومنرتد الملابس الأنيقة وبنهتم بمظهرنا الخارج اللي بيلفت انتباه الآخرين لإلنا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم عندنا حدث وعندنا زاوية الحدث الأول هو انتقال الشمس اليوم الساعة سبعة وخمس وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش من برج العقرب لبرج القوس إذن هي بداية أعياد موليد برج القوس فمنقول لكل موليد برج القوس كل عام وأنتم بكل خير طبعا الشمس راح تظل موجود في برج القوس لغاية ساعة تسعة وعشرين دقيقة من صباح يوم واحد وعشرين اتناش بتوقيت جرينتش لا ينتقل بعديها لبرج الجدي وجود الشمس في برج القوس بيبعث على الدفء النفسي وحب الحياة والرغبة في السفر والرحلات والصيد والدراسة ورح يشعروا موليد برج القوس بتحسن بيطرع على صحتهم بعد فترة اجتازوا فيها يعني فترة غير مريحة خلال الفترة الماضية بيستفيد مع موليد برج القوس في النشاط والحيوية موليد الأبراج النارية الأخرى اللي هم الحمل والأسد والهوائية اللي هم الجوزاء والميزان والدلو على موليد برج الجدي ومعهم موليد برج السرطان والجوزاء اللي انتباه اكثر لصحتهم خلال الفترة المقبلة طبعا الحلقة الكاملة بتفاصيلها صارت موجودة على القناة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس ايجابية بين الشمس وبين بلوتو هاي الزاوية طبعا هي من الزوايا البطيئة الها تأثير سبع أيام تقريبا ومستمرة سبع أيام قادمة اليوم ذروة هاي الزاوية راح تكون الساعة ثمانية وثمانية واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها كما بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها بتزيد من طموحنا وبتمنحنا مواهب إبداعية وحب للمغامرة والحاجة للمسئولية وهو وقت مناسب للعلاقات مع المحيط وبتسمح لنا بحل مشاكلنا وبتساعدنا على إعادة تنظيم أعمالنا ومشاريعنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية عندنا القلب، الشريان الأورطي، الدورة الدموية، ضغط الدم، معدل ضربات القلب، العمود الفقري، والظهر، والجانبان هذه الأعضاء هي الأكثر حساسية طبعا ما إذا نشعر بأي شيء غير اعتياد راجع الطبيب إلى العمليات الكبرى ما مننصح فيها ولكن إذا كانت إضطرارية وغير قابلة للتأجيل ما في أي مشاكل بالنسبة لباقي أعضاء الجسم للعمليات الجراحية ما في أي مشكلة خلال هذا اليوم هذا يوم مناسب للعمليات الجراحية أيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية ويصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه موجود في برج الأسد استقر تماما خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة له يوم الغد بيبدأ خلو المسار الساعة وحدة و14 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرانتش وبيستمر حتى تمام الساعة 11 مساء بتوقيت جرانتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار المربع عمره 20 يوم الساعة 8 دقيقة مساء منبدأ باليوم الواحد وعشرين نسبة الإضاءة واحد وستين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب ورح ينتقل للقوس زي ما حكينا ورح يضل في القوس ليوم 21-12 سعيد الآن بنسبة 70% ساعة الفجر سعيدة بنسبة 45% القمر في الأسد حتى يوم 22-11 منتحس الآن بنسبة 25% ساعة الظهر منتحسة بنسبة 10% ساعة العصر سعيدة بنسبة 15% أما ساعة المساء سعيدة بنسبة 30% عطارد في القوس حتى يوم 26-11 منتحسة بنسبة 40% الزهرة في الجدي حتى يوم 17-12 سعيدة بنسبة 30% المريخ في الأسد حتى يوم 6-12 سعيدة بنسبة 45% المشتري في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 42 منتحس بنسبة 40% زحل في الحوت حتى يوم 25-5 سعيد بنسبة 15% ورنس في الثور بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الدلو حتى يوم 4-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل بتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معاهم وتعتبر هاي الفترة فترة مثمرة إيجابية بتنجح بحملة ترويج لشيء معين كمان بتكون جريء في الطرح وبتتسارع الأحداث بشكل مميز واستثنائي وبتتلقى جواب أو عرض كنت بتنتظره برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة تلمس توتر على الصعيد الشخصي أو العائلة أهم شيء أنك تتخلى عن مواقفك المتحفظة واتجنب العمليات الجراحية واخذ فترة متقطعة من الراحة واستشير طبيبك برج الجوزاء بالنسبة لما وليد برج الجوزاء بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص ممكن يخرج في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسئوليات على أنواعها فما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض وبتكثر الزيارات والتنقلات برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان اليوم بيحمل لكم فرصة مالية من عمل إضافي مع هيك بتكون تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لسيما شراء حاجيات ثمينة ممكن تعالج استحقاق مالي أهم شيء أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقيق بالتفاصيل تطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد بتبدأ اليوم فترة أفضل من الأيام الماضية بتعيدلكم نشاطكم المفقود وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي بتقدر توضح وجهة نظرك وتهتم بمظهرك وبتشعر بالحماس الفائضة وبتنشغل بوضع حجر أساس لمشروع جديد بتملك أفكار باهرة وحلول مذهلة وممكن تبدأ صفحة جديدة في حياتك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بسيطر التعب عليكم حول تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ولكن بدك تحاذر الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك ابتعد عن الضجيج والصخب وما تحسم قرار وما تكون لجوج لأنه ممكن يخذلك الحظ برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة بتكون تنقلاتك مهمة وبتمتع بسرعة خاطر وممكن تحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية وتعرف لقاء داعم لإلك أهمش إنك ما تماطل بل تشجع على العمل الجماعي برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهمش إنك تهدئ من روعك وما تنفعل واتجنب مخالفة القوانين واحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة واحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات لبعيدة وممكن تشاركوا في حملة أو ورشة تعمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن تسافر في رحلة أو تفرح لانفراج أو تسوي مهمة وبتهتم بهواية جديدة اليوم عندك حيوية ومتحمس لمتابعة المساعي وكذلك عندك القدرة على التواصل مع المحيط برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ممكن تناقش موضوع تمويل أو قرض أو ممكن تحصل على التسوي اللي بتحلم فيها أو ممكن تناقش موضوع مهم وتجتاز امتحان صعب عالج الأمور العائلية المهمة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني حذروا الخلافات وما الضخم الأمور تبدو اليوم مرهفي الإحساس متوترين بسبب قلق ما حذروا إثارة العدائية والبلبلة لأنه مزاجكم متقلب وعصبيين وهذا الشيء ممكن يثير النفور مع الأشخاص اللي حوالك برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا أنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك وانتبهوا لغذاءكم وراحتكم وما تهملوا الواجبات مهما كثرت أو صعبت راعوا ظروفكم الصحية وكونوا دقيقين ومنظمين ومراعين لظروفكم ولا معنوياتكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر